كان الشباب الرياضي ولا زال ما حل اهتمام وحرص الدولة ممثلة بأجهزتها المعنية بهذا القطاع الحيوي وشهدت الكويت خلال سنوات مضت نجاحات رياضية رائدة لا يزال الجميع يتغنى بها حتى يومنا هذا غير أن القطاع الرياضي شهدت راجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في النتائج والإنجازات على صعيد اللعبات الجماعية وذات الحظوى الجماهيرية بينما حققت الكويت على مستوى الرياضات الفردية إنجازات أولمبية ودولية وعربية مرموقة أعادت معها الأمل في نهضة رياضية شاملة كما بذلت الدولة جهودا حثيثة وبذلت ميزانيات ضخمة في تحديث البنية الرياضية التحتية مدشنة العديد من الملاعب والصلاة المجمعة والمنشآت الرياضية وفق أحدث الترز وأفضل الخدمات رغبة منها في دعم القطاع الرياضي والدفع بعجلة التنمية الرياضية واستمرارا لخطوات النهوض بالرياضة المحلية وإعادتها إلى ما كانت عليه من تميز وإنجاز سعت الجهات الرسمية المعنية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لتوفير المزيد من الدعم المادي والفني للأنديات المحلية الشاملة منها والمتخصصة وحرست على الاهتمام بتطوير المنتخبات المختلفة ومديد العون إلى الأندية لتحقيق مشاريعها وخططها غير أن استمرار سيطرة الهواية على الوسط الرياضي المحلي والاعتماد التام على الدعم المالي الحكومي يمثل عقبة أمام نهضة رياضية محلية حقيقية في زمن صار فيه الاحتراف والاستثمار منهاجا للتطور والنهوض وتحقيق الإنجازات الأمر الذي يفرض على رياضتنا مواكبة دول المنطقة والعالم في الانتقال من ضيق الهواية إلى رحابة الاحتراف إلا أن التحول نحو رياضة كويتية احترافية متكاملة يتطلب سن تشريعات وقوانين تساهم في إحداث هذه النقلة النوعية والنهوض بالرياضة المحلية من جديد لتكون قادرة على مقارعة محيطها القريب والبعيد ولعل من أبرز التشريعات في هذا الشأن والتي يتم تدولها برلمانيا وحكوميا قانوني الاحتراف والاستثمار الرياضيين وكذلك قانون التفرغ الرياضي لللاعبين الموظفين منهم والطلبة وهي مشاريع طموحة من شأنها منح الوفرة المالية للأندية وتطوير العناصر الأساسية للرياضة والمتمثلة باللاعبين والأطقم الفنية المتخصصة إلى جانب المنشآت الرياضية المتكاملة وهي عناصر أساسية في أي محاولة لتصحيح المسار الرياضي والشبابي ترجمة نانسي قنقر